السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مرحبا بكم معي فيديو جديد يوم ان شاء الله خذي اخوزاتي كما تشوفوا معي هدي نتقاسم معكم هاد الحريشات هادو بلبلبولة دي الشعير كيجي من آلد وأروع ما يكون بدون أي إضافة صحيين وكيجي ورطبين وبنان بزاف للفطور أو للقوتي ان شاء الله ينالوا إعجابكم وتوجدهم حتى انتم ماء بصحة والراحة وغادي نشارك معكم جميع الأسرار باش ينشحوا معكم لأنه بزاف دي البناز أو سيداز كيرقوا مشكيل فتحضير الحريشات الصغار غير بالبلبولة بوحدها ما كينشحوش معهم أو كيتفرتولهم في المقلة ان شاء الله هدي نتقاسم معكم جميع الأسرار باش ينشحوا معكم بإذن الله المهم خوتي اخوزاتي إلي عجبكم الفيديو فضلا وليس أمرا ما تنسوش أنكم تبارتاجيوا مع الأهل والأحباب باش يوم فائدة وما تنسونيش من وحد جيم للتشجيع أجزاكم الله خيرا وكن رحب بالناس اللي عاد نضموا القناة نقول لكم مرحبا وألف مرحبا ومنطورش لكم دوز الوصفة مباشرة بسم الله على بركة الله عندي زلافة ديال البلبولة ديال الشعير بلدية متوسطة ماشي الغليدة وماشي الرقاقة متوسطة ها ديرها البلدية مهم ثلاثة ديال الكيسان لعبار بالكاز ديال العنبة أو زلافة هنديرو الملح فقط نخلط الملحة ونحاولو ما نقووش بنزف الملح لأنه أصلا الشعير رح كيكون شوية بنين قفي وغادي نخوي شوية ديال الماء طيب غالي الماء طيب نخوي وحد شوية كنخلطه ول ول هاد شكل هادا عاد من بعد عاد باش غادي نضيف المتاني كي مشتورة المطالق السبولة نخدمها هاكا بوحية واحد شوية بالملعاقة هاكا غير تبعوا معايا النصائح والمراحل إن شاء الله غادي ننجح معاكم صافي هنا أعود أخويت كمية واحدة أخرى ديال الماء المهم الكمية ديال الماء كنخوي وذك شوية في اللول هاكا بحالة كنعجنوها ومن بعد عاد باش كنخوي عليها واحد الكمية ديال الماء كنغطيها كيتغطي يعني الماء فوق البلبولة هاكا كنتغطها صافي نحاول هاكا ديك البلبولة ديك تشيشة اللي لا تقاف شنا بنهاب قطعة إياه باش كل شيء أرطاب صافي غادي نغطي عليها وغادي نخليها واحد ثلاثين دقيقة هاكا هنا من يداز ثلاثين دقيقة كم الشورات تشغل بس هدك الماء كامل حتى كتتعلق وكت تطلق واحد المادة المهم وحد المادة كت لازي يجفف ليت وحت عليك مهم كتطلق واحد المادة هاكا مني كتبقى وتخدمو فيها راح كتطلق واحد المادة هاد البلبولة هادي مهم ضروري حاسكم تبقى وتخدمو فيها هاكا ضروري باش تتعلق باش تعلق باش مني يمدون طيب وفاهم ما تتفرتش ولكن لا درتوا البلبولة الغلدة راعة كتتفرتت في المغلة يعني كتتفرتت ما تستقش لكم ما تديروش البلبولة الغلدة ديرو هاد المتوسطة هادو هما المكونات اللي يحتاجينها البلبولة دي الشعير الملحة والماء فقط صافي من اللي كملتها مزيان من اللي دلكتها مزيان بيدي كما قلت لكم كتولي تتلقى ديك المادة اللي زيجة تحسوا بها هاكا وكتمر مصيدكم كتولي تزلق صافي هنا يا رغمدا عبر الكويرات اللي الوزن ديالهم ربعة وسبعين جرام مهم مرلولة انا عبرت غير سبعين جرام وجاوني مهم شاطية وحد شوية قسمتوا حليم ومن اللي عاولت عبرت وحدة لقيت في ربعة وسبعين هاكو بجاوني يقول انهم قد قد نموا مرعداتني خمستاشر هادي خمستاشر حبة صافي هنا كمشتوا معي عندي البلبولة نفس البلبولة نيت اللي خدمت بيها وعندي الماء بارد فاديك الزلافة صافي كنفزقية ديب شوية ديال الماء انا كندير هاكا كان عبره مملولين كتجيني الخدمة سياه لو دغية كنسالة كنفزقية ديب شوية ديال الماء دور ديالو كي حمر لنا الحريشات لان ما فيهم لا لعسل لاسكر لاوالو لافاني لا تشي حاجة صافي ما بين حريشة حريشة هاكا كان مسح يدينه وهنا كمشتوا معي عندي اذاك الورقة ديال بابي كويسون هاكا كتجيني سهلة وفي نفس الوقت المقلة هراني ديالا كتسح المقلة تسغيلة لعنا نرمس وسطة وهنا عندي هادلوسيح كالهاده اللي القطر ديالو تسع سانتيم صافي وكندير شوية ديال البلبولة وعاد كنحطوها هاكا الحريشة بش ما تلصقش لنا في الكارت ونحيدوها بكل سغولة ومن الفوق زاني كندردر شوية ديال البلبولة وكنضغط بباداك الوسيح كالهاكا باش كتجي مفينيه مزيان وكتجي كيجي المنظر ديال هزبين ويما ندرس هاكا كنحبط را كتبط بكل سهولة مزيان غنوريكم طريقة اخر تاني بالنسبة لبنات المبتدئات اللي حفوها كب من المقلة باش ما يتحرقوش ويما نسو مرة ساهل اكتبط بكل سهولة كتجي مقادة وكيجي المنظر ديال هزبين المقلة رسخونا ما كتلصق موالو شوفو هاكا كنا اخذو هاد العيبة هاد يدي للبغرير حفوها كنحبط وكتبط بكل سهول هاكا بالنسبة لبنات اللي خافو ان المقلة تحرقهم ولا شي حاجة حفو حتى كنستفهم كاملين النار كتكون متوسطة ما كتكونش مهي لاكتر من القياس ومكتكونش جاني مجهدا حسو يكونو النار تكون شوية متوسطة هاكا باش يطيبو على خاطر ويطيبو حتى من الداخل باش ميجيوناش معجنين يتلهبو غير من برا ويبقو لينا معجنين يبقو معجنين من الداخل حفو مليك نحسو بهم سافرة شدو فراسهم عاد كنقلبوهم هاكا شفتو رما كيتفرتو موالو ولكن لي درسوا البلبولة الغريضة غيتفرتو لكم تجيو تقلبوهم يتشتو كاملين في المقلة ديرو هاد البلبولة هادي وخدموها بهات طريقة هادي ان شاء الله غينشو معاكم بعينكم غمضين حفو مليك الطيب من هاد جيا كنعود ثانيا نقلب هاد الشياء الاخرى او ما راكية اخدو شوية صراحة الشعير راكية اخد شوية دي الوقت ماشي بحل ماشي بحل دقيق ولا ضغية كي طيب ولا السميدة ان شاء الله كي اخد شوية دي الوقت حفو مقام عام حتى كي طيبو كاملين واللي طابت كنقدر نحطها فوق واحدة اخرى كتكون بقى ما طابتش هاكا كي بحلا كتتقل عليها وكتتحمر ضغية حفو كنقدموهم بهات شكل هادا مع بريد دي الاساي ومع الزبدة انا صراحة درتها غير الزبدة بلدية قدموهم مع الزبدة بلدية مع الجبن مع الفرماج مع ماش ما بغيتو اخذك شي اللي كتفضله وكنتمنى لفيديو دي اليومين لإعجابكم كنقول لكم مع فيديو جديد وإلى أعجبكم فيديو وغنقول لكم ثانية مرة ثانية فضلا وليس أمرا ما تنسوش انكم تبارتاجيو وما تنسوانيش من واحد جيم جزاكم الله خيرا لأنك يكون الرقم دي لأنك يكون الرقم دي اللي جيم في شكل والرقم دي المشاهدات في شكل وكنقول لكم مع فيديو جديد بإذن الله في أمان الله وحفظه مع السلامة اشتركوا في القناة